مرحباً أنا الآن في مطار البطين هنا في أبوظبي وربما في الوقت الذي يعرض فيه هذا التقرير في برنامج فورتك سوف تكون هذه الطائرة تحلق في الأجواء دون وجود قطرة واحدة من الوقود داخلها هذه هي طائرة Solar Impulse الطائرة العاملة بالطاقة الشمسية بالكامل بداية نعطني لمحة عامة عن فكرة هذا المشروع والنعود قليلاً إلى الوراء ونتعرف على البداية كيف تم إطلاق هذه الفكرة عندما قمت بجولة حول العالم بمنطاد عام 1999 حملت معي في المنطاد ثلاثة أطنان وسبعمائة كيلوغرام من البروبان السائل واضطررت حينها للهبوط بعد عشرين يوماً وبعد أن بقي معي أربعون كيلوغراماً من البروبان فقط في ذلك الحين عهدت نفسي على أن أعمل كي أسافر بطائرة لا تحتاج إلى وقود يعني أن أستمر بالتحليق والبقاء في الجو بالقدر الذي أريد دون الاضطرار للهبوط ونتيجة ذلك هذه الطائرة التي نراها هنا كما ذكرت قمت بجولة حول العالم بمنطاد والآن سوف تقوم بجولة حول عدد من الدول بهذه الطائرة في أي منهما تشعر بتوتر أو بخوف أكبر ربما؟ التحليق حول العالم بالمنطاد هو قمة ما يمكن القيام به باستخدام المناطيد فالمناطيد موجودة منذ 200 عام لكن هذه الطائرة شيء جديد كلياً إنها أول طائرة والطائرة الوحيدة التي يمكنها الطيران ليلة نهار دون الحاجة إلى وقود هذا بمثابة بداية نقطة تحول جديدة في عالم الطيران وفي تقنيات الطيران ومصادر الطاقة المتجددة الأمر يملأه التحدي فنحن كنا أمام ابتكار غير معروف بعد ولم يقم أي كان بابتكار شيء مماثل من قبل لذا كان ينبغي علينا أن نكتشف كل شيء وأن نخترع كل التقنيات المستخدمة وأن نجد جميع الحلول والاستراتيجيات شكراً جزيلاً أنا سعيد برقائك سوف ألتقي الآن بالطيار الثاني الذي سيقود أيضاً هذه الطائرة لنتعرف أكثر على جانب التقني ومكونات هذه الطائرة بداية أشرح لي عن الهيكل الخارجي لهذه الطائرة مما هو مصنوع وما هو عدد الخلايا الشمسية الموجودة على الجناحين هذه الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية تستطيع الطيران ليلاً ونهاراً وأن تعمل لمدة أسبوع بل حتى لشهر دون توقف لذا حتى نتمكن من الطيران ليلاً ونهاراً نحن بحاجة إلى ظائرة تكون أجنحتها كبيرة للغاية وفي الوقت نفسه يجب أن تكون خفيفة الوزن جداً لذا لا بأس بأن يكون حجم هذه الطائرة كحجم طائرة بوينغ 747 أو أكبر بقليل عامل الوزن ربما هو من أكبر التحديات التي تواجهونها في هذا المشروع ما هو وزن الطائرة الإجمالي؟ أعتقد أنك تقصد الحمولة أو وزن ما يمكننا حمله معنا على الطائرة فبالنسبة للحمولة تبلغ نحو 300 كيلوغرام وهذا يشمل وزن الطيار والأكسجين الذي نحتاجه له والماء والطعام والمظلة والمقاعد أو أي شيء آخر يجعل الرحلة مريحة للطيار خلال تحليقه وفي الحقيقة هذا هو التحدي اعتمدنا على ألياف الكربون في صناعة الطائرة وهذه الألياف ذات سماكة قليلة بحيث تزن 25 جراماً للسانتيمتر الواحد لكن الأهم من كل ذلك هو التصميم الذي لا يتطلب المواد أو الخامات إلا عندما تكون هناك حاجة لاستخدامها أعني؟ يمكنك أن تتخيل حجم التحدي الذي وجهناه لنصنع طائرة بحجم طائرة بوينغ 747 ولكن بوزن الطائرة الشراعية هل تتوقع في المستقبل أن توجد طائرة تجارية ضخمة تعمل عبر الطاقة الشمسية؟ ليس هذا ما نطمح إليه لا نسعى لإقناع الناس بأنه خلال خمس سنوات مثلاً ستكون هناك طائرات تعمل على الطاقة الشمسية نحاول إيصال رسالة بسيطة مغزاها أنه بواسطة هذه التقنيات يمكننا حل الكثير من مشاكل استخدام الطاقة على الأرض وأن تصبح حياتنا على الأرض أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في منازلنا وفي وسائل المواصلات والأجهزة المنزلية وأنظمة الإضاءة في حالة وجود طارق لا سمح الله بالتأكيد سيكون معكم منطادة وبرشوت للقفز من الطائرة لكن ماذا عن الطائرة؟ هل يوجد بها قائد آلي أو أوتو بايلت لكي يطهبط مجدداً في مكان ما؟ عندما يكون الطيار محلقاً في الجو السؤال الوحيد المطروح حينها هو كيف نجعل هذا الطيار يستمر في رحلته وكيف نؤمن له ديمومة وجود مستلزماته؟ فالطيار سيقطع الأجواء فوق الولايات المتحدة الأمريكية والتحدي الثاني له سيكون بقطع الأجواء فوق المحيط الأطلسيل ثم يستمر برحلته حتى يقفل راجعاً إلى أبو ظبي في غضون عدة أشهر إذا أرد الطيار القفز من الطائرة فإن هذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة للغاية اضطرته لذلك فلو كان بمقدور الطائرة الهبوطة بسلام لم اضطر للقفز نهدف إلى أن يبقى الطيار في الطائرة بسلام لذا فإن القفز من الطائرة بالمظلة سيكون في أسوأ الحالات عندما لا يكون بمقدورنا فعل أي شيء حيال خطر وشيك دكتورة نوال اشرحي لي باختصار العلاقة بين مصدر وصولر إمبالس والأسباب التي دفعت إلى استضافة مثل هذا المشروع صولر إمبالس وأبو ظبي تشمحها علاقة تاريخية نحن كنا دائماً ننظر بشكل قريب للجهود التي تسويها والتطور في صولر إمبالس واستضفنا أبو مصدر استضافة بيكارد عدة مرات في أسبوع أبو ظبي الاستدامة طبعاً ما ننسى أنه انطلاق صولر إمبالس 2 في الفترة هذه يأيت بالتزامن مع إعلان الإمارات 2015 سنة الإبتكار إذن كما ذكرت مصدر معروفة بمواضيع الطاقة المتجددة والمستدامة وهذا ربما هو مجرد مثال الآن يوجد هنا في أبو ظبي ما هي المشاريع المقبلة التي تعمل عليها مصدر في هذا الإطار؟ عالمياً اليوم نحن في محفظة مصدر في عنا مشاريع في مختلف دول العالم عنا مشاريع في المملكة المتحدة عنا مشاريع في أسبانيا في موريتانيا في عمان في الأردن في جميع أنحاء العالم فصار التطبيقات أو وجود مصدر كمنفذ وكمطور لمشاريع طاقة متجددة عالمية نتكلم عن الإبتكار اليوم مصدر مثلاً بدأنا ننفذ مشروع لمشروع مبتكر لالتقاط وتخزين واستخدام الكربون اللي هو الأول في المنطقة بالإضافة أننا نحن الآن قاعدين يصار في عنا محطات بايلوت تجريبية لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه فنحن اليوم مشاريع مصدر صار لهدو الريادي في توريد الطاقة الشمسية عالمياً وطاقة الرياح عالمياً ربما أبرز ما يميز هذه الطائرة عن غيرها من الطائرات بأنها لن تنقل الركاب حول العالم بل ستنقل رسالة مهمة وقوية حول العالم عن أهمية روح الابتكار وأن يغير الكثيرون نظرتهم حول المفاهيم المتعلقة بالطاقة المتجددة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر